بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله معاكم اسلام في قناتكم مصر ميديا اي اي بي ياريت قبل ما نبدأ في الفيديو ما ننساش نعمل لايك واشتراف القناة دعما من حضراتكم للقناة وتعالوا ننتقل للعلوين وبعد كده هتخش في التفاصيل فاركز كويس جدا في التفاصيل عشان معانا اخبار مهمة جدا النهاردة واول خبر معانا وهو السيسي يطالب بالقتال المبيت من اجل مصر وحكومة السراج ترد على السيسي لأول مرة شهدوا التفاصيل عشان مهمة وقطر تجذب على مصر بشأن جماعة الاخوان الارهابية والسيسي يعلن موعد انتقال الحكومة للعاصمة المصرية الجديدة ورسميا اسرائيل توافق على بدء تصدير الغاز الطبيعي الى مصر تعالوا نعرف مع بعض التفاصيل وندخل فيها قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال اسنين ان مصر تحدثت مع اشقائها في الامارات السعودية والبحرين حول 13 مطلبا من اجل تحقيق المصالحة مع قطر ولكنها لم تتحقق وصرح السيسي بانه يتمنى نجاح اي جهود صادقة للوصول الى التزامات دائمة واضاف عندما ننظر الى وسائل اعلام معينة نجد تناولا غير موضوعي بغرض الاضرار بمصر ويجب على اعلامنا ان ينتبه لذلك ومصر اذا كان دخلها مثل الدول التي تهاجمنا فذلك يعني 20 تريليون في العام وهو مبلغ ضخم وخسارة على الدول التي تعمل على تخريب منطقتها وتابع قائلا وهذا ليس اعلاما او مهنية هذا تآمر واكد الرئيس المصري في كلمته ان مطمئن على مصر مستقبلها ليس لوجود في المنصب ولكن بسبب شعبها الذي تزداد معدلات الوعي لديه بشكل ايجابي وشدد على ان مصر تحتاج الى اخلاص كل اهلها بما فيه الاعلام حيث قال انتم مقاتلون مع مصر من اجل ان تقى مصر مستقرة وتتطور ونحن نعمل بشكل جيد في ظل قدراتنا والنتائج افضل مما صدق الجديد بالذكر ان تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي جاءت خلال منتدى شباب العالم وهو منتدى سنوين عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ وانطلقت نسخته الاولى في عام 2017 المصدر ارتي وصحيفة الاهرام الرئيس السيسي هنا يقصد بعدم بهالية الاعلام المضاد ويقصد تحديدا الجزيرة او الحقيرة القطرية ويقصد محمد ناصر وقناة مكملين ومعتز مطر ويعني الناس الممولين والمأجورين واللي بتصرف عليهم ملايين بل مليارات الدولارات عشان يهدوا الامن المصري بل والعربي يعني السعودية والامارات لو حضرتك جيت للجزء دام للفيديو وانسيت تعمل لايك واشترافه القناة ريت تنزل تدعمنا باللايك واشترافه القناة وتكتب لنا تعليق حلو كده بحب اقرأ تعليقكم جدا وتفاعل معها وتعالوا ننتقل للخبر التالي حكومة الصراج ترد على السيسي لأول مرة تعالوا نعرف مع بعض التفاصيل عربت حكومة الصراج الليبية عن استغرابها من تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي قال فيها انها اسيرة للجماعات المسلحة مؤكدة رفضها لاي تهديد يمس سيادتها وقالت حكومة الصراج في بيان اصدرته الاسنين ان المجلس الرئاسي التابع لها يعرب عن استغرابه الشديد من تصريحات الرئيس المصري حول ما وصفه بغياب الاراضة الحرة للحكومة ووقوعها اسيرة للتشكيلات المسلحة والارهابية والتلويح بقدرته على التدخل المباشر في ليبيا واكدت الحكومة في البيان شرعيتها ومشروعيتها في اداء عملها واستقرارية قراراتها وبسط سلطتها على كافة المؤسسات مذكرة الجميع بالملحمة الوطنية التي قادتها حكومة الصراج في عملية البنيان المرصوص ضد تنظيم داعش الارهابي في مدينة سرد والقضاء عليه في زمن قياسي واضافت الحكومة انها تتفهم حق الدولة المصرية في تحقيق امنها قومي الا انها لا تقبل باي تهديد يمس السيادة الوطنية الليبية وقالت اننا نأمل في ان يكون للشقيقة مصر دور جوهري يحظى بثقة الجميع في اطار دعم الاستقرار والسلم الاهلي في ليبيا بدلا من دعم تشكيلات مسلحة خارجة عن الشرعية المعترف بها دوليا يقودها مجرم حرب قامت بالاعتداء على لعاصمة رابلس رمز وحدة ليبيا واستقرارها ودعت حكومة الصراج الليبية في ختام البيان السلطات المصرية الى مراجعة موقفها من الازمة الليبية ولعب دور ايجابي يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين ويسعى لتطورها واستمرارها يأتي هذا البيان ردا على تصريحات الرئيس المصري التي أدلى بها الاحد خلال منتدى شباب العالم في شرم الشيخ حيث قال ان حكومة الصراج الليبية اسيرة للميليشيات المسلحة مشيرا الى ان بلاده كان بامكانها التدخل المباشر في ليبيا لضمان مصالح مصر القومية الا انها لم تفعل ذلك المصدر ارتي ووسائل اعلام مصرية طبعا حقيقة يعني حكومة الصراج بتقع حقيقي في يد الميليشيات المسلحة فالرئيس السيسي مقالش حاجة غلط كل اللي قاله الرئيس السيسي صح وتعالوا نتكلم في الواقع شوية المشير خليفة حفتر يسيطر على معظم ليبيا معادة ترابلس او هو خلاص بدأ انه يدخل ويسيطر على ترابلس يعني ترابلس و 3 مدن او 3 محافظات تانيين ولكن حفتر يعني يسيطر على معظم ليبيا والامر يحسن بين حفتر وحكومة الصراج بالقوة وارادة الشعب الشعب عاوز مين يوعد والشعب عاوز مين يمشي طيب تعالوا ننتقل لخبر تاني مهم معانا وقطر تجذب مرة اخرى عن دعم الاخوان ضد مصر قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمني قالي ثاني ان قطر لم تدعم قط الاخوان المسلمين ولم تربطها علاقة مباشرة بهم كحزب سياسي واضف في حوار مع قناة سي ان ان لكن طالما انهم جزء من حكومات منتخبة فعلينا ان نتعامل مع هذه الحكومات ومع العاملين فيها وقال وزير الخارجية القطري قبل كل شيء نحن دولة وليس حزبا سياسيا فيجب ان نسأل الشعوب في مصر واتونس مثلا لماذا قامت بانتخابهم ولم تختر جهة اخرى نحن نؤمن ان في قطر من غير الممكن ان نملي على الشعوب ما تختاره اذا اردنا حقا مساعدة الدولة والشعب وبخصوص الاتهامات التي وجهتها دول الخليج الى الدوحة بدعم الارهاب قال الوزير بالنسبة لتمويل الارهاب فقد اكد حلفاءنا والمجتمع الدولي ان لا اساس للرواية مطلقا طب ازاي وحضراتكم عندكم قناة الجزيرة عملة بس السم في عقول الشعوب العربية انا مش فاهم تعالوا نكمل مع بعض الخبر واوضح انه لن يخرج احد بمكاسب من هذا الوضع الجميع خاسر في هذه الازمة وما نريد رؤيته هو حل او تسوية تحفظ قرامة كافة الدول والاعتراف بان جميع الدول رابحة من هذه الوحدة الاستراتيجية والتطلع الى حماية هذا الكيان كيان مجلس التعاون الخليجي من اي اضطراب كما حدث خلال العامين الماضيين كما شدد على انه لن تكون هناك تنازلات كما قلت سابقا نريد ان نتطلع الى الامام وبالنسبة للمطالب فاننا نريد ضمان عدم تكرار ما حدث واضف قولنا ونقول اننا مستعدون لمناقشة كل شيء باستثناء الامور التي تؤثر على سيادتنا والتدخل في شؤوننا الداخلية او سياساتنا الخارجي طيب انا مش فاهم طب يعني حضراتكم دلوقتي بتقولوا مش عاوزين تتنازلوا عن مثلا قناة الجزيرة هتفضل على موقفها وهتفضل تدعم الارهاب وهتفضل تدعم قنوات الجماعات الارهابية وجماعة الاخوان المسلمين زي الجزيرة والشرق وانكملين ومحمد ماصر وتز مطر الناس دي كلها هتفضل تدعمهم وبتقول ان هي مش هتتنازل عن هذه الامور فالامر واضح هم بيقولوا احنا مش هتنازل عن دعم الارهاب وقطر بتتكلم كأنها صاحبة الحق وكأنها هي المظلومة وكأنها انا بتكلم ومعايا الحق وبتكلم وكأني انا انتوا جايين تصلحوني انتوا جايين تت انتوا محتاجيني انتوا عاوزيني ولكن الكلام ده كله غلط قطر بتطمح تموحات غريبة جدا طيب تعالوا ننتقل لخبر تاني مهم معنا والسيسي يعلن عن موعد انتقال الحكومة للعاصمة المصرية الجديدة قال الرئيس المصري عبد فتاح السيسي انه اعتبارا من متصف العام المقبل ستنتقل الحكومة المصرية بالكامل من العاصمة القديمة الى العاصمة الادارية الجديدة ووضح السيسي خلال مشاركته في جلسة الزكاء الاصطناعي والبشر من المتحكم المنعقدة ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم صباح الاثنين ان هذا الانتقال سيشمل انتقال بانظمة تكنولوجية حديثة لتقليل الخطأ البشري وتوفير الوقت وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الدور الهام الذي تلعبه التكنولوجيا الحديثة في تقليل الخطأ البشري وانعدام الفساد وانطلقت السبت الماضي الدورة الثالثة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبمشاركة تمنتلاف شاب بمختلف انحاء العالم المصدر وسائل اعلام مصرية وار تي تعالوا ننتقل لخبر يعني يعتبر اخير معانا النهاردة واسرائيل تبدأ بتصدير الغاز الطبيعي لمصر اعلن وزير الطاقة الاسرائيلي يوفال انه وقع الاسنين على الوثائق المطلوبة لبدء تصدير الغاز الطبيعي الى مصر وصرح بانه وقع الموافقة على بدء تصدير الغاز من حقلي ليبيا ثان واتمار الواقعين في البحر المتوسط الى مصر لتصبح اسرائيل بذلك لاول مرة في تاريخها مصدرا للطاقة وشريكا مهما في سوق الطاقة الاقليمية واشار الوزير الى ان مصر ستستخدم الغاز الاسرائيلي لتلبية احتياجاتها الداخلية لتصدير الغاز المسال الى دول اخرى واصفا ذلك باهم مشروع للتعاون الاقتصادي بين البلدين منذ اتفاق السلام عام تسعة وسبعين وشدد الوزير على ان الغاز الطبيعي تجعل من مصر قوة كبرى في مجال الطاقة ولن تجلب الارباح الهائلة الى تل ابيب فحسب بل وستسهم بشكل ملحوظ في خفض مستوى تلوث الهواء ومن المتوقع ان يبدأ تصدير الغاز الاسرائيلي الى مصر اواخر الشهر الجاري وتقضي السفقة المبرمة بقيمة 15 مليار دولار بتصديد ما يصل الى 60 مليار متر مكعب من الغاز من حقل ليفياثان علاوة على 25 مليار اخرى من حقل تمار خلال السنوات الخمستاشر المقبلة المصدر جيرو زالين بوست جينا لنهاية الفيديو اتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم ما تنسوش يدعمونا باللايك والاشتراه في القناة وبحبكم جدا وحب تعلاقكم واشوفكم فيديو جديد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته